اشتركوا في القناة قدمت ثلاث هواتف وهي تحت من سلسلة Zenfone 5 وال5Z واللايت لكن نتكلم عن 5Z وال5 في هذه الحلقة ونتعرف عن المواصفات النهائية لهذا الهاتف وأيضا السعر الخيالي الذي نفس هايفون اكس تقريبا من ناحية الشكل وبعض المواصفات الأخرى لهذا دعونا نتعرف مع بعض على هذه المواصفات أول شي نتكلم عن الشكل والتصميم في الهاتفين 5Z وال5 يحملون نفس التصميم نفس الأبعاد ونفس ما موجود بالهاتفين ونفس نوع الشاشة الآخرى نتكلم عن غطاء من المعدن وزجاج من الأمام أيضا وجود قطعة الناش في منتصف الهاتف من الأعلى هذه القطعة وهذا التصميم مشابه لآيفون اكس لكن هذه قطعة الناش هي تكون أقل حجمة من ما موجود بآيفون اكس بحوالي 26% أيضا نتكلم عن مستشعى بصمة في الخلف وكاميرات العمودية مع LED فلاش فهذه المواصفات كلها تحتوي على هاتف متكامل من المعدن والزجاج من الأمام أيضا الزجاج يحتل تقريبا 90% من واجهة الهاتف أما من ناحية الزرار المهامل في الهاتف فهي موجودة أسفل الشاشة ضمن الشاشة أيضا لكن لا تدعم 3D Touch وإنما يتكون إيمائية فقط أيضا من الجوالب نلاحظ أزرار الفوليوم وأيضا الزر السليب من الجهة الأخرى وأيضا فتحات الزي كارد التي تدعم 2 سيم كارد أو شريحتين أو شريحة مع بطاقة الزي كارد أيضا نتكلم عن نوع الشاشة في الهاتفين وهي IPS LCD بحجم 6.ing ودقة الشاشة هي Full HD بلاس 1080x22046 بيكسل أيضا مدعم تقنية DCI-P3 هذه التقنية هي تعمل على توازن الألوان حسب وصطوع الشاشة حسب موجود الهاتف والوضع أيضا مدعمة بII Display وهذا المعارج أو الذكاء الاصطناعي هنا نتكلم عن أنه أبقاء الهاتف بيكون شغال طول ما أنت تستعمل على الهاتف فهذه التقنية جدا رائعة وأيضا تساعد على عدم أطفال الهاتف أثناء العمل على الشاشة نتكلم عن تقنيات أخرى مضافة أيضا للشاشة مثل ما قلنا مستشعر الموجود فيها على الشاشة وخاص بتقنية Face ID لفتح الهاتف وموجود البصمة من الخيط فهناك طريقتين لفتح الهاتف عن طريق المستشعر أو عن طريق مستشعر البصمة أيضا نتكلم عن نوع أو نتكلم عن كثابة البيكسل اللي هي 402 بيكسل لكل إنج ومن ناحية المعالجات هنا الاختلاف ما بين نسخة 5Z وال5 فنسخة Zenfone 5 تأتي بمعالج S1330 Snapdragon 8N ومنعم بطاقة 540 من Adreno وأيضا بذاكرة عشوائية 4.6 جيجا وتخزين 1.64 جيجا أما نسخة Zenfone 5Z وهي النسخة الأكبر فهنا الاختلاف يحتوي على سناب دراقون 845 وبطاقة الجرافك 630 من Adreno ثماني الأنوية وهي المدعم بذاكرة عشوائية 4.6 جيجا مع تخزين 64.128 ونسخة أخرى 8 جيجا مع تخزين 250 جيجا الهاتفين يمكنه تقدر تستخدم أمكانية توسيع الذاكرة باستخدام طاقة SD Card لغاية 400 جيجا وذلك النظر لوجود UFS 2.1 النوع التخزين الموجود على معالج سناب دراقون الأخير فهذه المواصفات مع هذه الهيكل وأيضا تحاول الشركة تقلد من شركة iPhone من ناحية الشكل والتصميم لحد هذه اللحظة وأيضا هناك خيارات إضافية رح نذكرها بعد الفاصل أيضا نتكلم عن الكاميرات فهنانا نتكلم عن كاميرات 2 مزدوجة 12 ميجابيكسل لكل كاميرا وفتحة واحدة في بطاعة عدسة F1.8 وأخرى Wide بفتحة 2.0 وهذه أيضا زاوية التصوير تقريبا بال Wide Angel لغاية 120 درجة تدعم التصوير 4K من ناحية 5Z لغاية 60 لقبة الثانية أما في 5 في نسخة 5 هي 30 لقبة الثانية Full HD أيضا يدعمها تصوير الفيديو ل30 فريم و60 فريم بالإضافة إلى Slow Motion وأوضاع أخرى خاصة بالكاميرا أيضا مدعومة بنوع المثبت هنا المثبت البصري الكتروني EIS وليس EIS المثبت البصري هذا المثبت الإلكتروني سيساعد على إبقاء الصورة بدون اهتزاز وإثناء تصوير الفيديو لكن من خلال أوضاع الموجودة في واجهة الكاميرا بعكس الـ OIS الذي يعمل بشكل معلوة فوكس بشكل مباشر أيضا نتكلم عن تقنيات أخرى خاصة بالكاميرا أو مثل من لاحظ أنه فتحة العدسة من الكاميرا الأمامية تتكلم عن 8 ميجبيكس لفتحة عدسة 1.8 وهذه أيضا تدعم تصوير فول ايش دي بالإضافة إلى خاصية القيرو ومثبت الإلكتروني EIS فراح في هذه التقنية وفي هذه المجمعة وجود هذه الكاميرا راح تحصل على الزين ايموجي وهذا هو أيضا النسخة أو التقنية الأخرى اللي مأخذها من آيفون ايكس وهي تصوير الوجه وتحويل إلى مجسمات ثلاثية الأبعاد ومشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا نتكلم عن من ناحية المنيزات الأخرى فنتكلم عن منفذ للسماعات منفذ لتايب سي ووجود دول سفيكر أو سفيكرات اثنين في هذا الهاتف نتكلم عن الجيل الخامس من البلوتوث وأيضا البطارية 3300 ميلي أمبير مدعمة بخصاص الشحن السريع بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي AI Charging وهذا الخاصية وهذا الذكاء الاصطناعي يدخل ضمن شحن الهاتف وأيضا استخلاق الهاتف إثناء تشغيل الألعاب راح يكون أقل الاستهلاك وبالتالي الشركة هنا راح تساعد جميع محبين الهاتف الذكية سواء من أعمال البزنس أو اللي يختصون بالألعاب والاستخدام الشخصي فهذه المواصفات وهذه التقنيات مع هذا الهاتف يكون بسعر جدا خيالي وهو أقل من 500 دولار حسب ما ذكرت الشركة فهنان راح ينافس آت هاتف آيفون مع المواصفات باختلاف نظام الأندرويد وواجهة الأوريو مع هذا الهاتف والفقرة الثانية أو النقطة الثانية اللي تركزت عليها الشركة أنه تنافس جميع حواتف الموجودة في متبر MWC من ناحية المعارجات فهنان الشركة استغلت جميع تقنيات الموجودة على السناب دراقون 845 من ناحية الذكاء الصناعي وتشغيل الكاميرا إلى آخرين فأرجو أن هذه الحلقة عجبتكم وهذه المراجعة لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما وجد من قناة برامج أولن شكرا لكم وكان معكم مختار ألاقي